دارت خلال حرب الاستنزاف عشرات المعارك وتكبثت القوات الإسرائيلية خسائر جسيمة واستعاد المقاتل المصري تقته في قدراته العسكرية التي لم تختبر قط في حرب 67 وفي هذا الإطار مهدت تلك المعارك الطريقة بشكل كبير لانتصار القوات المصرية في السادس من أكتوبر عام 1973 حرب السادس من أكتوبر عام 1973 لم تكن انتصاراً عسكرياً فحسب بل كانت درساً مصرياً خالصاً في إثبات أن العقل والإرادة يتفوقان على القدرات والإمكانات تحديات كثيرة واجهت الجيش المصري في فترة ما قبل الحرب وخلالها لعل من أبرزها فتحات خزانات الوقود أو مواسير النبالم الموجودة تحت سطح القناة والتي كانت تهدد بحرق كل من يقترب منها وأمام هذا التحدي الكبير خرج أحد ضباط الجيش المصري بفكرة عبقرية تقتدي بأن تقوم الضفاضع البشرية بسد فتحات خزانات الوقود بأسمنت لا يتحلل بالماء أو بعض اللداء الأخرى وهي الفكرة التي أثبتت نجاحاً فارقاً في ساحة المعركة وأنقذت الكثير من أرواح أبطالنا البواسل كما وجه القوات المسلحة تحدي آخر خلال الاستعداد للحرب تمثل في انتهاء صلاحية الوقود الخاص بصواريخ الدفاع الجوي والتي يقع عليها العاطق الأكبر في حماية سماء مصر من الطيران الإسرائيلي خلال المعركة وكان انتهاء صلاحية الوقود بسبب توقف السوفيات عن توريده لمصر بعد قرار رئيس الراحل محمد أنور السادات بطرد الخبراء الروس وأمام هذا التحدي جاء دور العقول المصرية التي نجحت في حل الأزمة وتكوين الوقود من العناصر المستخدمة فيه والتي لم تنتهي صلاحيتها بعد والاستعانة بالمواد الخام المتوافرة محلياً الأمر الذي أدى في النهاية لخوض الحرب والانتصار الكبير لم يتوقف الأمر عند هذه التحديات ولكن كان هناك المزيد حيث لعب سلاح المهندسين دوراً تاريخياً في معارك أكتوبر عام 1973 ويظل اسم الشهيد البطل ألواء أحمد حمدي الأبرز ضمن أبطال هذا السلاح خلال ملحمة النصر حيث كان للشهيد البطل الدور الرئيسي في تطوير الكبار المائية لتلائم ظروف قناة السويس وتطوير طريقة تركيبها ليصبح تركيبها خلال ست ساعات بدلاً من أربع وسبعين ساعة وهو ما سهل من عملية عبور الجنود والمعدات كما واجه القوات المسلحة معضلة كبرى كانت تهدد بفشل كل شيء وهي التوصل لطريقة إبلاغ الأوامر والتعليمات العسكرية وتبادل المعلومات بين القيادات والضباط دون أن يتم فك شفرتها من قبل العدو الإسرائيلي الذي كان متميزاً في التجسس ويمتلك أحدث الأجهزة الأمريكية وقتها وهنا جاء دور الصول النوبي أحمد إدريس الذي اقترح فكرة عبقرية تتمثل في استخدام اللغة النوبية التي لن ينجح العدو في فك شفرتها وأبلغ فكرته للقادة الذين نقلوها للرئيس السادات الذي قابله واعتمد فكرته التي أثبتت نجحها كل هذه التحديات الكبرى التي كان لها دور هام في تحقيق النصر كادت أن تذهب سودا دون حل المعضلة الكبرى المتمثلة في عبور خط بارليف كان الخط عبارة عن ساتر ترابي مرتفع على الضفة الشرقية لقناة السويس وأقام عليه العدو الإسرائيلي 22 موقعاً دفاعياً و26 نقطة حصينة وعلى الرغم من كل هذه التدابير إلى أن المصريين نجحوا في اختراقه في أقل من ساعتين بسبب عنصر المفاجأة وبفكرة بسيطة أنهت الأسطورة الإسرائيلية حيث اقترح اللواء باقي زكي استخدام مضخات المياه لفتح ثغارات في الساتر الترابي وبالفعل نجح أبطال القوات المسلحة في هدم 1500 متر مكعب من الرمال في غضون ساعتين وحدث العبور هي إذن تحديات شبه مستحيلة نجحت قواتنا المسلحة في تجاوزها وأثبت المصريون وقتها أن العقل والإرادة لهم الكلمة العليا في ساحة المعركة وقدوا على فوارق القدرات وحققوا النصر التاريخي العظيم